السلام عليكم هذا الفيديو أهم فيديو عملته على القناة أو هعمله في القناة ديت مش موجود على الانترنت العربي ومش موجود على يوتيوب الإنجليش بالطريقة ديت مش عشان أنا معظيم مسلاً واخترعت حاجة محدش اخترعها ولكن هو ده خلاصة السنين اللي فاتت إن أنا بضبطه لنفسي بطريقة إزاي أعرف أتعامل بيها في الاميرجنسيز اللي بقابلها كل يوم الفيديو ده إن شاء الله هيعجبك جداً وحتستفيد منه جداً 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 أياً كانت درجتك الوظيفية حضرتك طبيب امتياز أو حضرتك استشاري أو أستاذ في الجامعة بتقابل ما يدوم تطبيب بتقابل الاميرجنسيز يبقى لازم الكلام ده حضرتك تفتكره كل يوم هقول لحضرتك مرة أتفرج عليه الأول فيديو على فكرة هو مش هتحسه نطويل ولا حاجة أنا هنتكلم بسيناريوهات وحاجات حضرتك بتقابلها كل يوم هنتكلم زي ما بنقابل قصص حالات بتشخصها بسيناريوهاتها فمش هتحسه نطويل اللي اتفرج عليه الأخر مرة وبعدين مرة تانية أخذ منه نوتس إن شاء الله وعمل منه مكتوبة وهسيب لكم الـ PDF اللي هنشتغل عليها هسيبها لكم إن شاء الله في وصف الفيديو بس لو حضرتك بتحب تاخد نوتس خد نوتس تاني مرة مش أول مرة تتفرج على الفيديو وبعدين نحتفظ بها عندك إن شاء الله كل ستة شهور أو سنة راجع منه عشان يبقى المعلومات فريش في دماغك أو الطريقة فريش في دماغك لما تقابل ميديك الاميرجنسي تقابلها عندما تكون ركب طيارة وكثرة في الشارع تقابلها عندما تكون في الشارع تقابلها عندما تكون في المستشفى تقابلها عندما تكون في العنبر عندك تقابلها في العيادة وتقابلها في الطوارئ biblical emergency ومعاليش هو مين فينا ما مرش بموقف إن الممرضة تنديله عيان يعافر عشان ياخد نفسه و عيان بيتشنج و عيان فجأة وقع ساكت فجأة بقى شكله تعبان وحلته متدهورة وضغطه وقع في الأرض وضربات قلبه في السماء كان واحد مننا مر بالموقف ده عيان وقع مهم عليه فقد الوعي ونضرب لخمة ومش عارفين نعمل ايه والنادي فين العناية فين بتوع العين المركزة مجوش ليه فين اهل العيان هو بياخد ايه فين الادوية بتاعته مش عارف اتصرف ازاي ابص في عينه ابص في ايده احط السماعة على قلبه مش عارفت اعمل ايه بالزبط وساعتها بقى بنقول كل الكلام اللي مش مفيد ده اللي هو انقلوه من هنا هتوقع على سرير فين اهله فين العناية الكلام ده كله وكم مرة برده نفتكر دكتور تاني يجي بهدوء وبتركيز بسرعة يبص على الاروي ويركب ان بيو ويحط العين على اكسجن ويحط كانلا ويقول المرضى علي محلول بسرعة يسمع القلب ويسمع النفس ويقول اسي السكر ويدي محقنة جلوكاجون والعيان يفوق ومع ان الاسباب لان العيان حنتوا تتضهور اسباب كتيرة جدا ومختلفة جدا وحضرتك اللي بتسمعني ممكن يكون تخصوصك ايا كانت خصوصك في مجالات الطب الواسعة جدا ومشي واحد نمشي بيه نتعامل بيه مع الحالات اللي بتتضهور بسرعة هو ابروتش واحد في العالم كله الابي سي دي اي اللي كلنا سمعنا عنه كلنا عرفناه وكلنا ذكرناه في يوم من الايام بس ساعة الجد كتير من انا مش بيعرف ينفزه وما تزعلش مني ما ينفعش دكتور في الدنيا يكون مش بيعرف يتعامل بالابي سي دي اي ابروتش او سيستم او اسيسمنت سيستم مفيش مستشفى محترمة في العالم ولا المفروض اي مكان صحي محترم يشغل دكتور مش بيعرف يتعامل بالابروتش ده ما تقوليش انا دكتور عدم او دكتور نسا او بكشف في العيادة عندي بس على حالات او دكتورة جلدية بكشف على حالات ببص بس على جلد احمر لا العيان عند حضرتك في العيادة ممكن فجأة يطب بساكت في الارض ممكن فجأة يبدأ يرجع دم في العيادة عند حضرتك ممكن فجأة يحصل له اي حاجة ممكن بتديره دواء يدخل في انافلاكسس التعامل مع الحالات دي تدور كل طبيب ولازم يعرف يتعامل به اظرف حاجة في الموضوع انك لما تقابل اي دكتور بتعمله انترفيو مثلا جاي يشتغر في مستشفى بتعمله انترفيو فيتقال له اوكي عيان حصل له كذا كذا وبعدين لقيت العيان مثلا فاقد الوعي مثلا بتعمله ايه يقولك ABCDE هو بيجاوبها كاستنبا يعني انا هعمل ايه ABCDE يعني ايروي بريثنج سيركوليشن دي سابلتي اللي احنا عارفينه طيب تسأله بقى هتعمل ايه في الاروي هتعمل ايه في الريثنج طيب العيان ده ضغط واطي هتعمله ايه اس سيركوليشن هتعمل ايه ما يعرفش هو حافظ ABCDE طيب هتعمل فيهم ايه ABCDE مش عارف فالنهاردة بعد هنطبق بجد ال ABCDE هنحكيها بطريقة ان ايه علامات الخطورة ايه الاسباب ايه الادوات اللي في ايدك وازاي تستعملها عشان توصل لانتعدي الخطوة دي وفيه تلات نقط هنا مهمين جدا لازم نحطوهم في بالنا تلات قواعد لو خليناهم في بالنا هنرتاح في التعاملنا مع اي مريض حالتم الدهورة رقم واحد اني لازم افكر في كل خطوة من ال ABCDE على انها مرحلة ماينفعش اروح لمرحلة اللي بعدها لما ظبط المرحلة الاولينية ماينفعش عيان عنده مشكلة مش عارف يتنفس نفسه مسدود حاجة واقفة في زوره وبينزف في نفس الوقت ايده بتنزف ونفسه مسدود ماينفعش اروح اصلح السي اوقف له النزيف وانا سايبه ما بيتنفسش صلح النفس الاول صلح ال airway الاول سلك ال airway الاول ما تروحش مش حيموت من النزيف في عشر ثواني لكن حيموت من سدة النفس في دقايق مش حيموت من النزيف ده في دقايق صلح ال airway وبعدين شوف ال breathing وبعدين شوف ال circulation واحدة وبعدين واحدة قاعدة التانية ان دايماً re-assess واكتر كلمة نسمعها النهاردة هي re-assess يعني عملت حاجة خطوة حليت مشكلة لازم اقيم الموضوع هل ال breathing تصلح ولا لا هل باللان عملته ده circulation اتصلحت ولا لا re-assess وبعد شوية صلحت ال airway وال breathing والcirculation فيها مشكلة صلحتها re-assess واشوف هو ال airway وال breathing لسه كويسين ولا في مشكلة تانية حصلت في ال airway وال breathing ثالث قاعدة ان زي ما كنا بنقول في ال arrest scenario اللي ناس اللي تفرجت على الفيديو بتاع ال ALS وانو ما تفرجش عليه تفرج عليه زي ما كنا بنقول ان عيان فقد التنفس وفقد ضربات القلب خلاص arrested 4H4T صح كده هنا عيان حالته بتتدور ABCDE critically annual ABCDE يعني هما في الطب العيانين اللي تعبانين حاجة من اثنين يا arrested مش لقيله نفس او مش لقيله ضربات قلب يبقى 4H4T يا اما عيان بيت ضهور حالته مش عجباني ضربات قلبه نفسه زي ما هنشوف دلوقتي يبقى ABCDE مفيش حاجة تانية واللي يحفظ ال 4Hs وال40s وال ABCDE ويعرف ازاي يتعامل بهم يبقى خلاص كده يتعامل مع اي موقف صعب في اي مكان في الدنيا ما عليش طولت عليكم في المقدمة ولكن هي مهمة جدا يلا بقى نمشي كده في ABCDE واحدة واحدة طيب واحد وقع قدامك واحد بيرجع دم واحد تعبان واحد حالته ندوك عشانه في الطيارة قالوا لو في دكتور هنا عشان في واحد تعبان في اي حتة اول حاجة عبص عليها هي ايه؟ الـ Airways لازم اتطمن ان الـ Airways مفتوحة وبعدين اي حاجات تانية طيب Airways يعني ايه علامات الخطورة ايه اللي لما بص عليها على Airways مجرى الهواء اتطمن عليه في الاول او ايه الحاجات لو شفتها اقلق منها طب طبعا اول حاجة هتبقى Snoring عيان بيشخر بيشخر يعني الصوت اللي هو بتاع الشخير ده معناه انه فيه انسداد في مجرى الهواء Gurgling العيان بيغرغر بقلله بالمصري فيه سوايل فيه ممكن عنده Aspirated داخل حاجة في المجرى الهواء بتاعه مية او اكل Strider انسداد في مجرى الهواء طبعا Snoring بقى غالبا فوق Strider بقى تحت لكن انسداد في مجرى الهواء Silence طبعا يعني انا مش سامع هوا خالص مش شايف حاجة بتحرك مفيش ايه هوا داخل ولا طالع ده طبعا انسداد كامل طيب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل كده ايه الحاجات اللي ممكن تتسبب في الموضوع ده طبعا التقسيمة القديمة المملة اللي هو حاجات اسباب جوه مجرى الهواء في الول نفسه اللي هو حاجات في الميورال Intramural حاجات جوه مجرى الهواء ميورال يعني في حائط مجرى الهواء Extramural حاجات من بره يعني تيومر بيضغط من بره انجيو اديما الول نفسه موره من نتيجة ابجلوتايتس او انجيو اديما يعني اندخل في انافلاكسس والول بتاع التراكية swollen وتسد او انتراميورال حاجة بلع عملة سدت التراكية بتاعته secretions عنده افرازات كتير عنده التهاب و افرازات كتير سدت له المجرى الهواء الكلام ده طبعا مش هو اللي هتصرف مجي طريقة التفكير اللي هفكر بيها لما قابل العيان انا بس بفكر مع حضرتك ايه ممكن تكون الاسباب لكن ساعة الجد هقول لحضرتك حاجتين دورك وادواتك دور حضرتك حاجة واحدة بس ايه هي ان حضرتك تتطمن ان العيان عنده patent airways العيان مجرى الهواء بتاعه سالك الهواء بيدخل ويطلع الهرقتين سالك وبعدين زي ما قلنا اري اسس يبقى patent airway وبعدين re-assess طيب patent airway وبعدين re-assess ايه الادوات اللي عندي اللي اقدر اعمل بيها اطمن بيها ان ال airway patent و re-assess اول حاجة افحص الاورو فارنكس بص بايدك بص بعينك افتح بايدك بص جوابقه اطمن ان مفيش عملة حاجة كبيرة حاجة ده خلت سادة ال airway secretions كتير مرجع دمه و الدم سد مجرى الهواء افتح بقه وبص ثاني حاجة اساكشن secretions طبعا لو انا في مستشفى او في مكان اقدر اشفاط جنبي اساكشن وبعدين اهم حاجة بنعلمها للناس اللي حتى غير متخصصين head tilt chin lift او jaw thrust عشان امنتين ال airway مفتوح ال jaw thrust مستو انه بيحافظ لي على cervical spine ما بتتحركش ال head tilt chin lift زي ما حوالي حضرت بلات الصورة بيحرق لي الرقبة فلو فيه اشتباه كسر في عنق في قاع الجمجمة او اشتباه كسر عفوا في الفقارات العنقية ممكن اقذي ال spinal cord فساعتها بعمل jaw thrust لا واحد لقيت واقع في الارض قدامي مش عارف حاجة واقعت عليه ولا عمل حدثة ولا ايه اعمل jaw thrust لو انا شاكل ال airway مسدود طب انا في مستشفى او في مكان عندي crash trolley يبقى طبعا ان بي او احط امبوبة افتح له بيها مجرى الهواء من العفوا النيزوفانجيل ان بي او او اوروفانجيل اللي بنوع عنها الجدال اللي هو بقى ندخلها من الفم او ال epiglotic طبعا دي المور ادفانست وشرحناها بالتفصيل في الفيديو بتاع ال ALS او طبعا في المستشفى او في حد بتاع التخدير او مندرب على airways يبقى طبعا هنعمل intubation او نعمل surgical airway لو محتاجينه طيب انا كده اتطمنت ان ال airway مفتوح سواء حطيت device NPO او اورال جدال او غيره او عملت head tilt chain lift او عملت اي حاجة ان بالتقيس لقيت والله ضربات قلبه سريعة او ال saturation بتاعه قليل او الاكسجن saturation بتاعه قليل او انا جاي افحص العيان ابوسط اي عمال يحرك ال accessory muscles بياخد النفس بتاعه بصعوبة كل accessory muscles بتاعته بتشتغل او طبعا ال very late sign ان انا لقي عيان صيانوطج شفيفه وصوابعه ولسانه وازرق ده طبعا very late او ان انا بفحص بقى باسمع صدره باسمع رئتينه او الاقي بقى الكريبتيشنز او الويزس او الاقي air entry قليل في ناحية افكر طبعا في الاسباب بقى الاسباب بتاعت كل واحد دول او بعمل بخبط على صدره بعمل palpation او percussion بلاقي عفوا ما بعمل percussion بلاقي بقى dull note او hyper resonant note طب الاسباب تكون ايه تاني حنقول الاسباب عشان نرجعها مش عشان هو دي طريقة التعامل في الموقف طريقة التعامل في الموقف اما نقول لحضرتك دورك ايه وادواتك ايه لكن ايه هي الاسباب اللي نفتكر سوا ايه الاسباب زي ما قلنا في ال airway من جوه لبرا والله حاجة جوه الرئة ممكن يكون في نومونيا التهاب عنده في الرئة ممكن يكون عنده العين ده برموني اديمة مية كتير ناديد اي سبب ممكن عنده برموني امبوليزم العين ده جلطة في شرعين الرئة او ان ال airways نفسها بقى والله بتاعت الرئة عنده ازمة عنده COPD عنده COPD عنده بلورال باثولوجي ايه نفسها فيها مية بلورال فيوجين فيها دم فيها هيموثوركس فيها هوى نوموثوركس يعني البلورال سبيس نفسها هي الضغطة على اللنج او عاملة المشكلة دي زائد بقى اشوي الاسباب تانية كتير زي ان العيان يكون عنده ريب فراكتشور عنده عنده أبدومن البين منع له منعه انه يتنفذ بطريقة طبيعية العيانين اللي على اوبييتس اللي اخد اوفردوز مورفين او غيره العيانين اللي وصل له لحالة ريسبيراتري فاتيج بعد ما قاعد فترة طويلة هايبر تاكيبنيك او يعني ستراجل ان هو يبريذ طبعا العيانين دول بدخلوا في ريسبيراتري فاتيج او العيانين بتوع اللي هما الكربون داكسايد ريتينرز العيانين بتوع ال COPD والكورونيك ازمة لما يدخل في حالة ان الاكسجين نفسه يكون سبب في ان يعمل له ريسبيراتري سابريشن طيب بغض النظر عن الاسباب دي كلها دور حضرتك ايه في الموقف ده دور حضرتك ايه دوري ان انا اطمن ان العيان ده وصل له اكسجين كفاية يعني العيان ده مش هايبوكسك ان العيان ده ما عندوش كربون داكسايد ريتينشن يعني العيان ده مش هايبر كابنيك وان العيان وبعدين اعمل ري اسس كالعادة يعني اطمن ان اكسجين كفاية كربون داكسايد مش ريتيند واعمل ري اسس زي ما انا متعود كل خطوة بري اسس ازاي اعمل الكلام ده زي اطمن العيان عنده اكسجين كفاية وكربون داكسايد مش ريت كيف هي أدواتي؟ تعال نشوف أول أداة في إيدي ودايما بنستعملها وهي دايما التصرف الأولاني بعدما اتطمنت أن الـ Airway سليمة وده الخطوات بقى اللي بنعملها اتطمنت أن الـ Airway مفتوح؟ عدت ايه؟ اروح على بي ايه أول أداة؟ ام لا تنساش تنفخ الباج كتبها لحضرتك لا تنساش تنفخ الباج الماسك بتاع الـ Airway أملى الباج الأول أكسجن ونضعه على العيان كده يبقى أنا اديته أقصى أكسجن أقدر اديهه بسرعة طبعا بعد كده والله يبقى المائيس ساتيوريشن ثاني والطمن العيان الأكسجن بتاعه فوق الـ 100% أو فوق الـ 15% أو فوق الـ 15% وفترة وكويس ممكن أن أبدأ أقل الأكسجن على مهلي لكن في الأول ادي له أكسجن 100% هو مش 100% طبعا لكن انت بنسميه 100% أكسجن هو 15 لتر أكسجن على نونربريث ماسك وتكون الباج منفوخة طب أي تاني أدواتي؟ اعمل له ABG على طول حشان نشوف بقى PO2 أخباره إيه حشان ده اللي هيديني فكرة الأكسجن ساتيوريشن الحقيقي أو الأكسجن اللي واصل للخلايا بتاع الجسم العياني وطبعا لما أعمل ABG كمان هيديني فكرة الخلايا بتاع الجسم العيان ده أكسجنيت اللاكتيت هو الماركر أشوفه في الأول وكل ما صلح حاجة في العيان أشوف اللاكتيت بيتحسن معي أو لا ايه تاني أدواتي؟ أدواتي portable chest X-ray أجيب X-ray على طول أشوف العيان ده والله عنده إيه طبعا الكلام ده أنا متكلم على ما بعد الإجزامينيشن ايه تاني أدواتي؟ أدواتي أن أستعمل نبيولايزرز العيان أنا سمعت ويزيس على صدره وعايز صلح الويزيس طب العيان أنا سمعت صدره أو شفت X-ray بتاعته ولاقيت أن لا ده الموضوع كل إفيوجن ومليان مية يبقى IV diuretics طب العيان ده لا والله شكله نيمونيا والعيان فيفرش وبيكوح وسخونية والX-ray كمان بيينك يبقى يبقى كما شرحنا في الفيديو الس لا يبقى هنا بقى كما يقول المصريين بقى 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 هناك شيئت تانية طبعا لو أنا من الأول العيان كانت هنا وأنا شكيته نيوم ثوركس يبقى إبرة وخلص الموضوع العيان لا والله إفيوجن كبير ضلنس على البركاشن ومفيش إير إنتري في البيزيس وعملت الإكس ري لقيت إفيوجن كبير يبقى طبعا ممكن بالأول بلورال تاب وبعدين طبعا طلمان الإمبلزم كبيرة والعيان ضغط واقع في الأرض و و بيكوح شوية الدم والكلام ده وهي مديناميكا الانستيبل يبقى طبعا ثرومبولايس لو حد سينيور موجود يعملها طيب أنا كده صلحت البريدينج للعيان خلاص ديته أكسجين حتى عملت له تشيست درين وتفر بقى اللي أنا عملته خلاص العيان بقى بيتنفس كويس ووصل له أكسجين كفاية يبقى أنقل على الخطوة اللي بعدها اللي هي السيركوليشن سي وزي كل خطوة في اللي فاته نشوف إيه هي علامات الخطورة علامات الخطورة في السيركوليشن هي أي علامة تدل إن العيان ده هيمو ديناميكا لي انستيبل العيان ده عنده مشكلة في السيركوليشن اللي هي إيه اللي هي الشوك علامات الشوك كلها يعني وأنا بفحص العيان أو بص عليه من بعيد كده العيان بيل العيان كلامي عرقان وسواتي العيان بحط إيدي على البلس لقيت البلس ضعيف ويك تاكي سريع الكابلاري فيل تايم لقيته متأخر بضغط على إيدي العيان على دوفر العيان خمس ثواني وبعدين ما بيرجعلوش الدم في أكتف أقل من ثانيتين البريفرال سيركوليشن بور الضربات للقلب العيان سريعة أو بطيئة أو ضغط واطي اليورين 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 العيان بقاله ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما جابش بول اقلق بذات اللي عنده قسطرة طبعا يا بنعد البول بالساعة العيان عنده استومة أو عنده درين وبتجيب كتير طبعا وده بيفقد يا دم يا سوائل أو بليدنج طبعا العيان بيرجع دم أو العيان بينزب كل دي علامات خطورة طيب الأسباب بتاعتهم إيه زي ما قلت هي حتبقى أسباب الشوك يعني different types of shock بس ممكن نزود عليهم إن الالكترولايتس اللواء البوتاسيوم لأن النقص البوتاسيوم موزيته طبعا ممكن يدخلني في الاريثمياز والاريثمياز ممكن تدخلني في هيمو ديناميك انستابيليتي العيان دخل في فينتركلر أي اريثمية حتى لو مش فينتركلر طبعا مش بتكلم على العيان دخل في يعني مش عارف أوصل ضربات قلبه أو مفيش بلس أو أو دخلنا في سكة تانية خالص روح تفرج على الفيديو بتاع الالس يعني هنا بتكلم على معيان بيتكلم معاك أو عنده ضربات قلب أو بيتنفس بس بنصلح واحدة واحدة تاني بقى إيه الأسباب اللي ممكن تحصل different types of shock هو الشوكس هي أسباب هيمو ديناميك انستابيليتي أو مشكلة C circulation تكون هايبوفوليميك شوك سواء العيان ده يعني خسر سوائل بقى أو خسر دمه نتيجة إنه بينزف من جوه أو من بره أو عنده دائرية وفومتينج أو عنده بيرنز يعني extensive وبيفقد سوايل كتير أو تكون Cardiogenic shock العيان ده دخل في MI extensive وقلبه مش عال في ضخ دم أو acute heart failure أو Arrhythmia جامدة زي ما قلنا مثلا أسبابها الموضوع البوتاسيوم أو طبعا أي أسباب تانية أن العيان عنده septic shock العيان عنده severe infection ودخل في septic shock العيان دخل في anaphylaxis وبين علامات الانaphylaxis سواء skin أو سامع anal أو أو بس خلاص دلوقتي نحن في رحلة circulation بعدما اتطمنت أن AOP متصلحين وصلت إلى circulation ضغطه واقع صلحت ال airway والbreathing الأول أصلح circulation أو Obstructive shock والله بقى حاجة سادة طريق بتاع القلب سواء بالمريمبلزم كبيرة أو تامبوناد كبير ضغط على القلب أو Tension Neumothorax أو زي ما قلنا تاني الأسباب دي نحن دلوقتي نراجعها سواء لكن انا هعمل ايه مع العيان فعلا انا خلاص زبطت ايه وزبطت بيه اعمل ايه دلوقتي مع العيان في السي ايه هو دوري الأساسي دوري الأساسي ان احط اتنين white bore iv axis اطمن ان العيان عنده intravenous axis كانيولا او اتنين كبار عشان لو حتاك تديه دم حتاك تديه محلين بسرعة حتاك تديه اي حاجة يكون عنده اكسس واسع كانيولا grey او green او orange ما تديه كانيولا pink و blue و yellow طيب مش عارف اجيبله اكسس والله خلاص ال shut down خلاص مش لقيه اي فيسل او هو عنده مشاكل في فيسلز بتاعته زي ما تشوف طبعا في بعض عيانين الانكولوجي والرينة وغيرهم خلاص لو انت متعود تعمل انتراوسيس اكسس وشرحناها قبل كده في الفيديو بتاع الارست البلود والبلود كالشورز ابعت عينات دم بقى فيها كل حاجة فول بلود كاونت تروبونين اللي انت عايزه بس وما ننساش البلود كالشورز لان طبعا احتمال يكون سيبتك شوك وده حاجة كومن من دلوقتي اعرف ايه البكتيريا اللي ممكن تكون سابقة الكلام ده وانا دلوقتي في مرحلة ان ايه الادوات بتاعتي عشان اقسس سبب المشكلة طبعا البلود جاز هنا مهم والبلود جاز تاني اللاكتيت هيقول لي السيركوليشن اخبارها ايه العيان ده عنده الخلايا بتاعته وصل لها سيركوليشن ولا شغال كله انيروبك ميتابوليزم والبي اتش طبعا احد العلامات المتأخرة ان البي اتش بتاع العيان يقع بدون نتيجة ان اللاكتيت بيعلى او 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 ايه الاي سي جي طبعا هيقول لي والله فيه اريثميا في ام اي اكستنسيف اليورينالي كاثتر عشان اشوف البول بتاع العيان عشان دي علامة ان فيه بيرفيوجن وفيه كارديك اوتبوت وكلام ده طيب اوكي انا ماشي خلاص استعملت الادوات ديت او سوريا عفوا ده كان دوري الاساسي دوري ان انا اعمل ايه في التعامل الطارق ايه دوري ان انا هنا انا تعاملي الطارق هو ايه عملتنا الكلام ده طيب ايه ادواتي بقى السبيسيفيك حسب السبب ايه الادوات اللي قدر استعملها حسب السبب والله العيان عنده انا في الاكسس انا احدد داره دوري وبعدين فجأة ضربت قلبه وطارت في السماء وضغطه وقع في الارض اوكي بقى التعامل بقى الطبيعي بتاعنا الادرنالين والهيدوكورتزون والكلورفنامين الادوات بتاعتي لو العيان ده سيبتك طبعا انترافينيس انتبيوتك لو العيان ده والله ما عند فاقد سوايل كتير بقى اي سبب من الاسباب اللي قلناهم من شوية يبقى انترافينيس فلويدز العيان بينزف من بره يضغط له تورنيكي اضغط على مكان النزيف مش محتاجة تفكير بس ده مبدأش اعمل وغير ما يكون اوه صلحت A و B في الاول زي ما قلنا A B C D E approach واحدة وبعدين واحدة مرحلة وبعدين التانية دلوقتي اوقف النزيف اللي بره العيان بينزف جوه العيان بيرجع دم اروح اعمله منظار او او اعمله او اعمله او اعمله امبوليزيشن اوقف النزيف بطريقة ما العيان عنده اريثمية هي السبب ان الهيمو ديناميك انستابوليتي دلوقتي بقى اتصرف معاها حسب الالس مش حماف الالس بقى سواء كنت سعوه هتديله شوك او هتديله دواء او هتديله واتفر بقى الحامل معي زي ما شرحنا ناكستابول وانستابول العيان قلنا بينزف من جوه يبقى التعامل معاها او طبعا دايما في ايدينا الفاسوبريسورز او الاينوتروبس بقى الحاجات للنور ادرنالين والدوبامين والكلام ده عند اللزوم وحسب كل حالة يبقى دي الادوات بتاعتي عشان اصلح السي يعني ضغط ضربات العيان واقع ضربات قلبه سريعة العيان بيل انا عندي مشكلة في السي اصلحها ازاي دي الادوات بتاعتي طيب صلحت السي اروح للد والد دايما كانت بتلغبطني انا بصراحة مش عارف ليه مسمينها طبعا بعد بحث بقى ويمكن يكون ناس من خضراتكم عارفين الكلام ده احسن مني دي دي سابلتي زمان كانو بقوله دراجز يعني اما انا كنت في كلية مش فاكن مستاشر سنة ولا ايه كانو بقول دي دراجز هي دراجز جزء منها الفكرة في الدي سابلتي ان اي حاجة ممكن تأثر على العيان بقى على تجيب له شلل بعد كده تجيب له فقدان للبصر بعد كده تعملوا ماينفعش من الاول خالص والعيان مش عارف اتنفس اروح اشوف والله هو مشكلته ان دلوقتي السكر بتاعه قليل فممكن يحصل له برين هايبوكسيا ولا برين تيشو دامج ولا يكون العيان ده مثلا جاله جلطة مثلا الاول صلح البي صلح السي دلوقتي يبقى ادور العيان ده جاله جلطة سكره واقع مشكلته ايه اللي ممكن تأثر عليه بعد كده طيب ايه على مات الخطورة بقى ابص علي ايه ابص على الكونشاس بتاعه الكونشاس بتاع العيان وابدأ افكر بقى هنشوف الاسباب دلوقتي كتير طبعا يعني ما اكترها بقى جلطات ولا غيره بس لو لقيت ان الكونشاس اتلغبط او ان العيان كونفيوز او ان البيوبلز مش زي بعض واحدة كبيرة واحدة صغيرة او الاتنين ضيقين خالص ابدأ افكر او ده دي على مادة بقى او اي موتور او كرينيال او سنسوري اي حاجة نيورو ده ده دخلنا في دي سابلتي يعني اللحظ ان الاربع العلامات دول هما كلهم نيورو في الاخر يعني اي حاجة نيورو يعني دي سابلتي طب ايه اسبابها طبعا اسباب كتير جدا بقى كتير هنا انا مش بقى دل الا انا كتبه ده مش اكسخلوسف خالص يعني نقص السكر او الاوبيت توكسيستي او الليكتورلايتس حاجات زي السوديم او الكالسيوم بالتحديد او جلطة او ايا كان عنده ورم والورم ده عمل حاجة نزيف كلام ده ممكن دي الحاجات الكمن اللي بنشوفها كتير لكن طبعا اسباب كتير جدا ولكن هنا بقى بحاول ادور على اي سبب يسبب ايه الادوات اللي عندي ايه الدور بتاعي ايه المطلوب مني ان انا اعمله دوري ان اكتشف السبب واعالجه او امنع تطوره عشان كده كانوا زمان بيسموها دي دراجز لان اول حاجة ابص عليها هي الدراج شارت لان الدراج شارت هتقول لي والله العين ده اخد اوبيت خد مورفين خد دواء كذا هتقول لي ان عين ده اخد انسولين فالسكر بتاعه ممكن يكون هو نازل وممكن يكون ده السبب هتقول لي ان العين ده كان يعني الدراج شارت هنا من اول الحاجات تفتكر دي دراج شارت هنا بقى طبعا افحص السكر البلد شجر ابص على البيوبل زي ما قلنا اطمن ان مفيش سيجرز اصلا ممكن ان تكون ساطل سيجرز العين عمال يرعش بعينيه ولا يهزي ايده هزة بسيطة وداخل في ستيتاس ابليبتيكاس وانا مش مهتم بديه لانه مش طونيك كلونيك العين مش بيترج كله فانا مش بعتبره سيجرز مش تيبكال سيجرز زي اللي انا متعود عليها فمنساش ان اطمن ان العين مش في سيجرز ايه ادواتي كتير برضو ادواتي هنا هتبقى حسب السبب بس منساش ان سيتيهيد مهمة يعني انا مش عارف السبب اه والله وانا اطمنت ان ايروي وبريثي و سيركوليشن تمام ابعت العين بقى يعمل اشياء مقطعية على دماغه منساش ان لو العين ده كان مشكلة مورفين ان الالوكسون بيفوق عينين كتير ويا ما شفناها يعني مش عايزة اقول كل يوم كل اسبوع بنشوفها عينين واخد مورفين اوبردوز بسبب الام او غيره ادي له حقن ان الالوكسون العيني فوق وطبعا علاماتها واضحة البيوبلز ديقة الريسبيراتي ريت بتاعه قليل تمانية وعشرة وطبعا ممكن تلاقيه في طيب تور الريسبيراتي فيلير على البلودجاز المهم حقن ان الالوكسون تفوق طبعا اللورازيبام والدازيبام منساهمش لو العين في سيجر او ستيتوس ابلابتيكاس الدكستروز الجرعات العالية من الجلوكوز للعيان اللي هو انا شاكك او مش شاكك البلودجلوكوز بتاعه قليل والجلوكاجون اي ام حقنة جلوكاجون فيه مستشفيات بتعتبرها كمان قبل ما نديه جلوكوز اي في وخصوصا ان اي اسهل ممكن اي ام انتراباسكولر بينما ال 20 و 50% جلوكوز محتاج كانيولا تكون وتكون في سنترال فين ما تكون ما تحطيليش كانيولا هنا وتديله 20 و 50% جلوكوز لاني هتقزي التشوز بتاعته طيب اتطمنت كده خلصت الديئة اخر حاجة بقى هي الاي اكسبوجر واكسبوجر هنا بقى والله خلاص انا كده حلت كل المشاكل الكبيرة الاسية بس العيان ده عيان حالته صعب عيان بيتدهور عيان كريتكال يبقى ماينفعش خلص فحصه من غير ما اكشف العيان وبص عليه سنة سنة حتة حتة مضيعش منه حاجة مايكونش عنده ديابيتك فوت ولا جانجرين في صوبع رجله هو سبب السيبسيز والبهدلة دي وانا مايبسطش عليه مايكونش عندها فجانال بليدنج وانا مش عارف هي بتخر منين دم فجانال بليدنج مايكونش عنده مخبوط في دماغه من ورا وانا مش اخد بقى لي نعمال ينزل في دماغه من ورا وانا ببص على كل حاجة وشكله كويس وهكذا طبعا الاكسبوجر مهم جدا ان يعني الطريقة اللي الواحد بيفكر فيها ان المريض ده اخويا او المريض ده دي اختي ازاي انا اتطمن ان اختي دي هتفحص بشكل جيد جدا يعني مفيش حاجة فيها هتتساب ما تتكشفش عليها وفي نفس الوقت اللي احفظ لها كرامتها انا عايز احفظ حياتها وعايز احفظ كرامتها فاكسبوجر طبعا البيشنت الديجنيتي ديت يعني هنا از اكي يعني اظن ده مش حاجة محتاج افكر حضراتكم انتوا احسن مني في هذا الكلام ولكن ازاي اكسبوز العيان من غير ما ابوز او يعني لازم احافظ على الديجنيتي بتاع العيان وزي ما قلت دايما بعد كل خطوة بنرجع نري اسس يعني انا صلحت الاي والبي والسي وبصلح الدي بدأت اسمع العيان بيسنور فيه سنورنج يبقى ارجع اسس الاي من الاول طب صلحت الاي والبي وديت مسعى النيبيولايزر عشان العيان ويزي وكده وبعدين دخلت على السي لقيت وراجع تاني فيه ويزيس صوتها عالي او العيان الساتيريشيز بتاعه بينزل اقوم اسي بالسي وارجع صلح البي بالترتيب دايما اي بي سي دي اي فيه ناس بتحب حتى تقولها اي بي سي دي اي اف جي اي بي سي دي اي بي سي سوري اي بي سي دي اي بي سي سوري لانه بيتناسى كتير جدا البلود شوجر بيتناسى كتير جدا وطبعا والمصايب بتاعته تضيعة ان العيان يدخل في بعد دقايق او ان احنا نبقى عامين نلف حوالي نفسنا مش عارفين العيان ليه فاقد الوعي واحنا فحصنا كل حاجة ونسينا البلود شوجر فدونت ايفر فورجيت بلوكوز اتمنى الفيديو داي يكون مفيد وزي ما قلت حضرتك احفظه سيفه عندك خد منه نوتس وهتحتاج ترجعه كل فترة لو حضرتك طبيب بتمارس المهنة الا لو حضرتك حفظ الكلام ده كويس جدا قولولي في التعليقات لو سمحتم اذا كنتم شايفين ان الفيديو ده مفيد ولو الطريقة بتاعت الكتابة على الصبورة دي مفيدة بحيث نقدر نستعملها بعد كده في فيديوهات جاية شافكم في فيديو جاي سلام عليكم اشتركوا في القناة